العيدية واحدة من العادات والتقاليد الاجتماعية المعروفة الممثدة عبر تراثنا الاحتفالي في العيد من الماضي إلى الحاضر ومظهر من مظاهر الفرح التي تخص الأطفال غالبا أنطيهم عيد يا أحفاديش عندي غيرهم العاد وإن شاء الله يا رب الأمانة همشي الأمان للعراق كله والأمة الإسلامية نحن هنا كل صلاة عيد نجي صلي صلاة العيد ننطع عيديات للجهالين فرحهم نعايد أقاربنا أصدقائنا نمر للمقبرة نقرأ الفاتحة على روح مواتنا وموات المسلمين وتكون العيدية نقودا أو حلوى أو هدية لكن العادة درجت على أن تكون مبلغا من المال إذ يرصد الكبار مبلغا معينا يتم تقسيمه بالتساوي على الأطفال في المحيط الاجتماعي القريب كل عيد أبحى وكل عيد فطر مبارك نقضي صلاة العيد بالأعظمية بالإمام الأعظم رضي الله عنه وعيديات للأطفال المفرحهم لأنه هذا عيدهم للجهال الخطيئة نحن بابا وماما يطلونا عيدية كل عيد أنا كل سنة يجينا وصلي وأخذ عيدية من بيبي تعد العيدية جزءا من الموروث الاجتماعي لكن الأهالي يؤكدون بالمقابل أن تقديمها لا يقتصر على موضوع العادات فحسب وإنما لدورها الرمزي في توطيد العلاقات الأسرية خصوصا بين الكبار والصغار تختلف العيدية من شخص إلى آخر باختلاف مكانته الاجتماعية ومستواه المادي إلا أنها في كل الأحوال لا تخرج عن المعاني الإنسانية في العطاء والمحبة من بغداد عالي عبد الكريم الفلوج الفضائي